البطل الصغير يلعب في حديقة العائلة في يوم جميل كان البطل الصغير يلعب في حديقة منزله يجري ويقفز بفرح وفجأة لاحظ شيئا غريبا يلمع في الأشجار المجاورة اقترب ليرى ووجد قطعة من الحجر اللامعة أمامه كانت هدية غامضة تحمل في داخلها سرا كبيرا فتح البطل الصغير الهدية ووجد بداخلها قفازا سحريا عندما ارتداه شعر بقوة خارقة تملأ جسده يمكنه الآن التحرك بسرعة البرق والقفز عاليا كان البطل الصغير متحمسا لمغامرة جديدة تنتظره بينما كان البطل الصغير يستكشف قواه الجديدة سمع صوت استغاثة قادما من الغابة توجه بسرعة نحو الصوت ووجد طائرا صغيرا محاصرا في شباك صياد باستخدام قوته الخارقة قام البطل الصغير بقص الشباك وتحرير الطائر فارح الطائر وشكر البطل الصغير على مساعدته خلال رحلته واجه البطل الصغير شخصا شريرا يسرق حقائب الناس لم يتردد البطل الصغير في استخدام قوته لمواجهة الشرير قفز عاليا وتحرك بسرعة وألقى القبض على الشرير واسترد الحقائب المسروقة كانت هذه المغامرة درسا للبطل الصغير أن يستخدم قوته للخير ومحاربة الظلم وفي يوم آخر اكتشف البطل الصغير قدرة جديدة لقفازه السحري قام بالضغط على زر صغير على القفاز وفجأة اندلع منه شعاع من الضوء يمكن للبطل الصغير الآن إشعال النار واستخدامها لإنقاذ الناس في حالات الطوارئ عندما سمع البطل الصغير عن أشخاص محاصرين في غواصة غارقة قرر النزول تحت الماء لإنقاذهم باستخدام قوته في التحمل تحت الماء تجاوز العقبات ووصل إلى الغواصة ساعد الناس على الخروج وقام بدفع الغواصة للوصول إلى السطح مواجهة الأشرار النهائية وصل البطل الصغير إلى معقل الشرير الكبير كان الشرير يستخدم قوته لإلحاق الأذى بالعالم واجه البطل الصغير الشرير في معركة حامية استخدم كل قواه الخارقة له لهزيمة الشرير وإعادة السلام إلى العالم تكريم البطل الصغير احتفلت المدينة ببطلها الصغير شكر الناس البطل الصغير على بسالته وشجاعته في محاربة الشر كانت هذه تجربة رائعة للبطل الصغير لتعلم أن الأشياء الصغيرة يمكنها إحداث تغيير كبير في العالم العودة إلى الحياة العادية عاد البطل الصغير إلى حياته العادية لكنه حافظ على قفازه السحري واستخدم قوته لمساعدة الآخرين كان يعلم أنه حينما يحتاجونه فإنه سيكون هناك لحمايتهم ومساعدتهم وكان البطل الصغير يتذكر دائما الموعظة الهامة قوة الخير تكمن في قلوبنا وعلينا استخدامها لجعل العالم مكانا أفضل وهكذا استمر البطل الصغير في مغامراته مستخدما قوته الخارقة لخدمة الخير ومحاربة الأشرار مثالا يحتذا به لكل الأطفال ومع نهاية القصة استمرت مغامرات البطل الصغير في العالم الخيالي وقلوب الأطفال كانت هذه القصة تذكيرا للأطفال أن القوة والشجاعة ليست مقتصرة على الكبار بل يمكن أن تتواجد في قلوبهم الصغيرة أيضا وأنهم قادرون على صنع الفارق في العالم من خلال العمل الصالح ومساعدة الآخرين وهكذا انتهت قصة مغامرات البطل الصغير وآمل أن تكون قد ألهمت الأطفال ليكونوا أبطالا صغارا في حياتهم اليومية وأن يستخدموا قواهم الخارقة لمساعدة الآخرين وجعل العالم مكانا أفضل اشتركوا في القناة